قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن كبار القادة العسكريين سيدخلون حجرا صحيا ذاتيا بعد أن أثبتت لاختباراته إصابة نائب قائد قوات خفر السواحل بفيروس كورونا المستجد كشفت قواته خفر السواحل في وقت سابق أن الاختبارات أثبتت إصابة الأميرال شارلز وي نائب قائد خفر السواحل بالفيروس وكان الريق قد حضر اجتماعا الأسبوع الماضي مع قادة الجيش ومن بينهم رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرل مارك ميلي الذي دخل بدوره في الحجر الصحي الذاتي رغم أن الفحوصات أثبتت سلبية نتائجه